السيدة محسين من القاهرة ايوة تفضلي تفضلي يا محسين ايوة تفضلي حضرتك وعليكم السلام ورح اطلوه بركاته لو سمحت عايزة اسأل حضرتك سؤال كده انا جوزي الله يرحمه الله يرحمه وحضرتك كان راجل طيب جدا وامير جدا ومحترم جدا وحاجة حلوة اوي 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 حبنا يجعله فسح الجنات يا رب يا رب يا رب بس جينا بقى ايه في اخر ايامنا انا جالي كانسر ربنا يجمع لك بان تمام الاجر والعافية يا رب يا رب وهو جا طبعا يعني تعب كان عنده 78 سنة وانا عندي 65 سنة فجي تعب وكده واخد بال حضرتك فيعني بقنا نزعق مع بعضينا وفي النهاية ويجي بالليل يقولي ما تزعلش مني حقك علي مش عارف ايه فانا متضايقة ان انا كنت بزعق معي انا متضايق اوي طيب اقولك حاجة يا محسين ايه بس يا ست الحاجات اللي بتحقر من الانسان بغير ارادة ان شاء الله ربنا ما حسبش عليها وهذه الانفعالات لو كان ما كانش المقصود بيها الازاء ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يخفر ليه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيانة وما استكروه علي فاذا كانت الانفعالات دي انت مش قادرة تتحكمي فيها وبتطلع منك ان شاء الله ربنا يعفو عنه طيب والحل هو ايه بقى ان انت تكتر الدعاء لزوج حضرتك المرحومة الله يرحم فحضرتك تكتر الدعاء لي تكتر الدعاء وفي نفس الوقت كتر كمان من الصداقات وكذلك كمان حاول بقدر الامكان ان انت في اوقات كتيرة جدا 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 تتذكري ما كان فيه من محاسن الاخلاق واتحاولي كمان تتمسكي باني بحسن الظن في الله سبحانه وتعالى انه في حال مرضية في حال بركة ونور عند الله فقلبك يطيب ان شاء الله يبقى حاجتين حاجات انا اعملها احنا في نفسنا الحمد لله ندعو الله سبحانه وتعالى وكمان نرسل له لهدايا بالصداقات وحاجات نعتقدها نعتقدها من حسن الظن في الله سبحانه وتعالى انه الله سبحانه وتعالى او دعوه في رحمته واجزل له العطاء فهو في نعمة فمش هتكدر انه ممكن يكون تم ازاؤه لا الحمد لله هو في نعمة وان شاء الله في النعيم المقيم ان شاء الله